اجتماع الثاني اللي حضره سيد الرئيس النهاردة كان برضو بحضوره الدكتور مصطفى مدبولة رئيس الوزراء وسيد سيد القصير وزير الزراعة والتصلاح الاراضي محمد ايمان عشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي واللي هو وليد ابو المجد برضو واللي هو اهاب عبدالسيميع رئيس مجد اقدارة شركة الانصر الكيميائيات ايه الموضوع ايه الموضوع ايه الاجتماع التاني اللي قدامنا هو ده كان زي ما قال السفير بس امراضي عشان حكتين نتكلم على منظومة انتاج الاسمدة الازوتية احنا بنصنع السماد الازوتي عندنا افنال عشان عندنا غاز وعندنا المدخلات بتاعته فالرئيس نهاردة بيتطمن على منظومة انتاج الاسمدة الازوتية طبعا الكلام اللي بقوله مش ههم الناس كتير لكن ههم الفلاحين والمزارعين شركات الزراعة عارف يعني ايه السماد الازوتي كمدخل اساسي من مدخلات الزراع ارتفاع اسعاره الليته بتعمل المشكلة النهاردة رئيس الدولة مع وزير الزراعة مع المعنيين في الدولة لدراسة هذا الملف الذي يهم كل مزارع وكل فلاح في مصر الموضوع التاني اللي نقشر النهاردة الرئيس مع المجموعة لقدام حضراتكم هو عرض الموقف التنفيذي لتطوير المركز العلمي البيطاري للابحاث والتدريب في مجمع الانتاج الحيواني والالبان بمدينة السادات طبعا فاكرين من حوالي كم شهر كان سادة الرئيس في مدينة السادات عشان يتم افتتاح هذا المركز العلمي البيطاري وكمان مشروع الضخم لتربية وانتاج اللحوم من البتيلو والماشية واعتقد انه نارد الرئيس سمع في هذا التوقيت ساعة الافتتاح عرض من المسؤولين وهنعمل مركز علمي وعملنا كذا وكذا النهاردة الرئيس بيراجع بيتابع بيشوف الموقف التنفيذي لهذا المشروع الضخم اللي هيخدم مين هيخدم كل محافظات الدلتا كاكبر مركز علمي بيطاري عشان كده وزير التعليم العالي قاعد يعني وزير التعليم العالي اعلاقته بالموضوع فانا بقول لكو عشان المركز العلمي البيطاري والابحاث المرتبطة به لأنه هيتيد معظم سكان الدلتا اللي بيقوموا بنشاط زراعي او تربيت انتاج حيوان ده كان ملف التاني اللي السيد الرئيس نقشه النهاردة اشتركوا في القناة